السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم إن شاء الله في الفيديو ده هنبدأ في الوحدة التامنة unit 8 work experience خبرة العمل lessons 1 and 2 الدرس الأول والتاني كلمات فتحوا معي صفحة 46 كالعادة هنبدأ بالkey vocabulary الكلمات الرئيسية يتقدم بطلب لي أو يطبق apply ونلاحظ في حالة الماضي بنقلب ال-y إلى i ونضيف ال-ed مثال قررت إني أتقدم بطلب لي الوظيفة دي يبا هنا معنى يتقدم بطلب لي طيب نخد مثال بمعنى يطبق أو ينفس طريقة مثلا the challenge allows students to apply economic principles they learn in class التحدي يسمح ليه الطلبة أن ينفزوا أو يطبقوا المبادئ الاقتصادية التي يتعلمونها في الفصل يبا هنا معنى ايه ينفز أو يطبق be charged كلمة charged لها أكثر من معنى ممكن متهم أو مشحون أو مكلف ناخد مثال على كل واحدة several people were arrested but nobody was charged يعني العديد من الناس تم القبض عليهم ولكن لا أحد تم اتهامه أو كان متهما يبا هنا معنى ايه متهم charged المعنى الثاني ليها before use the battery must be charged معنى مشحون يبا قبل استخدام لازم البطارية تكون مشحونة المعنى الثالث اللي هو مكلف the committee اللجنة has been charged كلفة أو كانت مكلفة with the development of sport in the region بتطوير الرياضة في هذه المنطقة be in charge of معنى مسؤول عن وتسوي بالضبط responsible for responsible for كارثة أو مصيبة disaster وتسوي catastrophe catastrophe مثال the town was declared a disaster area after the floods أعلن أن المدينة منطقة كوارث بعد الفيضانات يبا disaster معنى كارثة أو مصيبة disaster لما أقول natural disasters كوارث طبيعية زي مثلا hurricanes العصير زي rain المطر وهكذا والfloods الفيضانات وكذا candidate معنى مرشح لوظيفة أو منصب مثلا أو عضو candidate candidate مثال the candidate has passed all the tests المرشح قد اكتازة كل الاختبارات ونفرق أما بينها وبين applicant applicant معنى متقدم تمام الفرق أني candidate يعني المرشح ده خلاص انطبقت عليه المواصفات تعرفنا أنه مرشح للمنصب ده أو الوظيفة دي لكن ال applicant لسه هنشوف لسه نعمل interview لي والكام ده كله جسيم أو هائل كلاصل كلاصل فنقدر نقول إنها تساوي massive, enormous, gigantic, giant, very big وهكذا مثال they have spent a colossal amount of money on construction هم أنفقوا كمية كبيرة كمية هائلة من المال على البناء construction معنى البناء يبقى كلمة كلاصل معنى جسيم أو هائل أو كبير جدا السيرة الزاتية curriculum vitae كلمة curriculum لوحدة معنىها منهج لكن معاها vitae على بعض من اختصرها cv أو resume بالامريكان resume أهي بيكتوها كده resume تمام resume معنى السيرة الزاتية مثال have you brought your curriculum vitae and certificates with you هل أحضرت معك السيرة الزاتية curriculum vitae and certificates والشهادات certificate يعني شهادة with you معك بدوام كامل full time full time معكسها part time بدوام جزئي أو لبعض الوقت مثال full time employees are entitled to receive health insurance الموظفين الدوام الكامل يحق لهم أن يتلقوا insurance معنى تأمين تأمين صحي إنسان أو كائن بشري human being human being dogs can hear much better than human beings الكلاب يمكن أن تسمع أفضل بكثير من البشر human beings human resources اللي من اختصرها إلى HR قسم الموارد البشرية المسؤول عن التوظيف وهكذا مثال human resources or HR is the department هو القسم in a company في شركة that deals with employing يتعامل مع أو مختص ب employing التوظيف and training people وتدريب الأشخاص intern خلي بالكم لازم ننطعها intern لكن لو نطعها intern دفعل intern دي اسم intern دفعل زي graduate graduate نفس الفكرة intern معنى متدرب مهني an intern is a student هو طالب or new graduate أو خريق جديد who is getting practical experience الذي يحصل على خبرة عملية in a job في وظيفة sometimes without pay أحيانا دون إيه أن يدفع له أجر أو مرتب يعني والاسم منها internship internship التدريب المهني أو الزمالة أو في الطب يقولها الامتياز معيار أو إجراء أو مقياس measure measure طبعا كلنا عارفين measure كفعل معناها يقيس طب نشوف الأمثلة new security measures هنا معناها إجراءات إجراءات نعرفها من الصياء يبقى إجراءات أمنية جديدة where implemented تم تنفذها to prevent لكي تمنع further violence المزيد من العنف the rector scale مقياس rector is a measure هو وحدة قياس وحدة إيه قياس يبقى ممكن نكون معناها مقياس أي وحدة قياس of ground motion لحركة الأرض our process is the best one العملية بتاعتنا أفضل وحدة فيهم by any measure بكل المعايير والمقاييس هنا معناها إيه معيار أو مقياس بمعنى مجازي part-time اتفقنا معناها بدوام جزئي أو لبعض الوقت she's looking for a part-time job هي تبحث عن وظيفة دوام جزئي لبعض الوقت ساعتين 3-4 في اليوم وهكذا موارد resources resources we should increase the exploitation of minerals and other natural resources علينا أن نزيد من استغلال المعادن and other natural resources والموارد الطبيعية الأخرى بكلمة resources معناها إيه موارد resources وعندنا source معناها مصدر معناها إيه مصدر ننتقل بقى للimportant vocabulary الكلمات الهمة ممكن إنجازه achievable achievable عندك دائما الصوفيكس able أو a-b-l-e في آخر الكلمة بتديك ممكن ممكن كذا زي ما سم believable أهي believable بس بشيري believable يعني إيه ممكن تصديقه وهكذا يبقى able تديك ممكن فأتشيفابل ممكن تحقيقه يتصرف أو يقوم بي أو يمثل act act يمثل في فيلم أو مسرحية مثلا متقدم أو عالي advanced advanced ولحظة ال-ed ننتقها t advanced لأن دائما ال-ed لو قبلها صوت الس أو الك أو ال-p أو الش وهكذا ننتقها t advanced زي watched وهكذا جذب attractive attractive جايب من الفعل attract يؤسس أو يبني base دي كفعل base لكن كاس معناه قاعدة أو أساس basically دحال بشكل أساسي جاي من الصفة basic contact contact details تفاصيل التواصل contact information معلومات التواصل create ينشئ أو يخلق أو يبتكر crowd حشد أو تجمهر dentists عيادة أسنان marketing التسويق point تمشي معناها نقطة أو فكرة practice يمارس أو يتدرب على وخلي بالك دي بالبريتش فقط لأن الأمريكان تخليها ب-c practice يبقى خلي بالك بالأمريكان practice verb ونون عادي جدا verb وإيه ونون لكن في البريتش الverb بال-s والنون بال-c يبقى إذن في الأمريكان ما فيش s خالص professionally باحترافية أو بمهنية professionally ملف شخصي أو وضع profile profile مناسب proper proper مؤهل qualification خلي بالك هنا مش الشخص المؤهل أو شيء مؤهل لا هنا الورقة نفسها الشهادة المؤهلات ماشي عندنا qualified معناه مؤهل يعني شخص إيه مؤهل دي صفته كده respected حسن السمعة أو محترم أو جيد respected self management الإدارة الزاتية خدمة surface surface مهارة skill رقمي digital digital علم الاقتصاد economics economics صاحب العمل employer وقلنا employee معناها موظف employee يقيم evaluate وتسوي assess assess evaluate excellence التميز الكفاءة جاي من excellent excellence excerpt معناها مقتطف أو اقتباس فتسوي بالضبط extract extract دي كاسم طبعا وعندنا كمان كلمة اسمها snippet snippet معناها ايه مقتطف أو اقتباس بطلاقة fluently fluently ينقصه أو نقص lack يعني verb ونون lack lack واتفقنا اني lock معناها يقفل أو افل leak يعني تسريب leak يعني بحيرة مستوى level level skilled دي صفة معناها حاصل على تدريب مدرب تم تدريبه لكن skillful عنده ايه المهارة تقريبا ايه حاجة طبيعية كده يعني الاولى هنا بيركز على التدريب specifically تحديدا specifically specifically strategy strategy أو خطة شاملة strategy في كل انحاء أو خلال throughout 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 volunteer كفعل معناها يتطوع كاسم معناها متطوع volunteer want كلنا عارفينها كفعل معناها يريد أو يرغب لكن هناك اسم الحاجة أو الرغبة want أو العوز want wetlands أراضي المستنقعات أو أهوار wetlands شبه كده عندنا اللي هي marches اللي اخدنا في القصة اهي marches برضو مستنقعات أو أهوار definitions التعريفات apply معناها يتقدم بطلب to make a formal request أن تقوم بطلب رسمي usually written خاصة لو مكتوب for something such as a job لشيء مثل الوظيفة مثلا a place at a university مكان في جامعة له منصب يعني أصده هنا or permission أو حتى isn't to do something لكي تقوم بشيء ما be in charge of مسؤول عن أو يتولى مسؤولية to be responsible for أن تكون مسؤولا عن or have responsibility for أو لديك المسؤولية عن كارثة أو مصيبة disaster a big problem or accident مشكلة كبيرة أو حادثة candidate معناها مرشح لوظيفة مثلا a person who is interested in getting a specific job شخص مهتم في الحصول على وظيفة معينة colossal معناها جسيم أو هائل يعني very large وقلنا enormous enormous وعندنا massive برضو gigantic big وهكذا curriculum VTI اللي هي CV سيرة الزاتية قلنا بنكتبها بالامريكان resume resume ماشي a summary of a person's education ده تلخيص لتعليم الشخص experience الخبرة بتاعته and skills والمهارات ممكن نضيف عليها qualifications المؤهلات full time بدوام كامل describes a job تصف وظيفة someone does يقوم بها الشخص for the whole of the working week طوال الأسبوع أو ساعات العمل بتاعت الأسبوع human being a human or a person هو إنسان أو شخص human resources قسم الموارد البشرية the department هو القسم that finds people to work الذي يجد الناس للعمل أو لكي يعملوا and organizes وينظم training at a company التدريب في أي شركة in charge مسؤول being responsible for قلناها من شوية intern معناه متدرب مهني a person who is working at a company شخص بيشتغل في شركة for a short time لوقت قصير to get work experience لكي يحصل على خبرة العمل خاصة دون إيه أجر internship التدريب المهني when someone works for a company to get work experience major كاس معناه معيار أو إجراء أو مقياس an action هو تصرف أو حدث especially an official one خاصة لو رسمي official that is intended to ينوى به أن deal with a particular problem نتعامل مع مشكلة معينة part time بدوام جزء ودعكس full time describes a job someone only does for some of the working week يعني بعض ساعة عمل الأسبوع ننتقل بقى للحل رقم واحد which of the following do you need to apply for a job أي من الآتي أنت بحتاجه عشان تتقدم لوظيفة هم أدرس عنوان المنزل biography سيرة ذاتية يكتبها الشخص عن شخص آخر autobiography معنى سيرة ذاتية لو حياته كده يكتبها الشخص عن نفسه لكن curriculum v time معنى سيرة الذاتية قلنا نختصرها إلى cv وتساوي تماما resume resume رقم اثنين a job on the website looks very interesting وظيفة على من it شكلها حلو you should not forget انت لازم تتقدم لها supply معنى يمد أو يزود بي مثلا reply يرد apply يتقدم imply معنى يلمح يبقى الإجابة تكون apply رقم ثلاثة when you are in space of doing something you are responsible for it فانت مسؤول عنه يبقى you are in charge of in charge of لكن عندنا debt will be silent معنى دين مديونية فلوس عليك وكده trouble معنى مأزق أو مشكلة أو متاعب need معنى حاجة رقم أربعة علي has a or an space at a bank علي لديه نقط في bank he is learning a lot about the job هو بيتعلم كتير عن الوظيفة دي يبقى علي لديه internship اللي هي فترة التدريب تمشي intern ممكن اقول علي متدرب صح لكن مش فترة التدريب احنا محتاجين فترة التدريب مش متدرب عشان هاز لو قلنا is تبقى intern membership معنى عضوية scholarship منحة دراسية يبقى خلي بالك من حتة دي طالما في هاز يبقى لديه فترة التدريب لكن لو قلت verb to be يعني is مثلا is an intern هو متدرب اذا اجابة تكون internship رقم خانسة my mother works space at auton ماما تعمل نقط في فندق she has to be at home لازم ترجع البيت for four days لمدة اربع ايام في الاسبوع لان لان عندي اخين اصغر مني يبقى هنا مش دوام كامل الوظيفة دوام جزئي اللي هي part time رقم ستة حسن is is a or an space at a computer company حسن يكون نقط في شركة computer he hopes to get a paid job there in the future يأمل ان يحصل على وظيفة مدفوعة الاجر هناك في المستقبل يبقى هو لسه intern متدرب intern واتفقنا لو هنقول internship هنقول حسن has an internship number seven Sarah is the best space for the job Sarah هي أفضل نقط للوظيفة she has more experience than anyone else لديها خبرة أكثر من أي شخص آخر أفضل مرشحة لكن intern معنى متدربة candidate مرشحة أو متقدمة interview مقابلة شخصية direction معنى اتجاه ممكن نضعها direction أو direction رقم تمانية hurricanes الأعاصير ممكن نضعها hurricanes 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 and tropical storms والعواصف الاستوائية tropical يعني الاستوائية are different kinds هي أنواع مختلفة of natural space لنقاط الطبيعية that's threatened man التي تهدد الإنسان يبقى هتكون disasters يعني كوارث طبيعية تمشي holidays أجازات celebrations احتفالات festivals مهرج إذن إجابة disasters ما ننساش أن disaster معنى كارثة وتسوي catastrophe catastrophe رقم 9 safety نقط inside the factory must be taken seriously يبقى الإجراءات الأمان اللي هي majors داخل المصنع يجب أن تتخذ بصرامة أو بجدية هنا manners معنى أخلاق أو طرق chaos معنى فوضى ما شكو تسوي بالزبط disorder dis order chaos ممكن نطعها chaos american chaos british planes طائرات إذن إجابة تكون majors رقم 10 the human not is the most intelligent creature on earth creature معنى مخلوق هو عايز يقول إن الإنسان هو المخلوق الأكثر زكاء على الأرض resource معنى مورد process عملية major معنى إجراء أو مقياس أو معيار being على بعض human being معنى الإنسان أو الكائن البشري 11 when you are responsible for something لما تكون مسؤول عن حاجة you are not it in charge of charged with applied traced إبقى مسؤول عنها يبقى in charge of اتفقنا be in charge of تساوى بالزبط be responsible for لكن charged with اتفقنا إن charged معنى متهم ده معنى أو مشحون ده معنى ثاني أو مكلف معروفة وtrace معنى يتعقب جاي من trace يتعقب رقم 12 I was in a or n not danger كنت في خطر not when the snake entered my room لما الثعبان دخل غرفتي through the window من خلال الشباك overlooking المطل على الحديقة the garden colossal معنى جسيم أو هائل achievable ممكن تحقيقه advanced متقدم voluntary تطوعي إجابة وضحت يبقى colossal يبقى معنى الجملة أنا كنت في خطر شديد أو جسيم لما الثعبان دخل الغرفة بتاعتي رقم 13 you should note your internship on something you really enjoy make base sit leave هو عايز يقول ينبغي أن تؤسس وتبني فاطرة التدريب بتاعتك على شيء أنت مستمتع به حقا إذن إجابة base يعني يؤسس أو يبني أو كاسم أساس رقم 14 منطقة من المياه أو مغطاة بشكل جزئي من المياه partly يعني بشكل جزئي or isn't dry أو مش جافة most of the time معظم الوقت wetland يعني أرض رطبة finalist أحد المشاركين في النهائي fit لائق بدنيا crowd يعني حجد إذن إجابة wetland 15 I had to go to the نقط اضطرت إني أروح لنقط to take off عشان أخلع a bad tooth سنة مسوّسة department معناها قسم dentists بالأبوسترفي اس معناها عيادة طبيب الأسنان الأسنان لكن طبيب الأسنان نفسه dentist من غير الأبوسترفي اس factor معناها عامل feedback معناها تقييم أو نقد أو تغذية راجعة إذن إجابة تكون dentists 16 Ignorance is one of the نقط Ignorance يعني الجهل الجهل هو واحدة من النقط that lead to الذي يؤدي إلى terrorist activities الأنشطة الإرهابية departments معناها أقسام dentists يعني عيادة طبيب الأسنان factors يعني عوامل أو أسباب feedbacks يعني تغذية راجعة إذن إجابة وضحة factors عوامل 17 I've got three advanced نقط qualifications لدي سلاس مؤهلات متقدمة النقط أكيد المستوى صح advanced level يبقى الإجابة level هنكمل الجملة وترجمتها at grade A في الصف الأول in business studies في الدراسات التجارية 18 I was careful to make notes of everything كنت حريصا على أن أدون جميع الملاحظات أو لكل شيء طوال المحاضرة throughout يعني طوال أو خلال basically بشكل رئيسي أو أساسي professionally بشكل احترافي fluently بشكل طليق إذن إجابة تكون throughout I paid a professional designer to design my webpage نقط أنا دفعت لي مصمم محترف لكي يصمم النقط بتاع الصفحة الشخصية بتاعتي witness معناها جرسونة candidate معناها مرشح intern متدرب profile الملف الشخصي إذن إجابة تكون profile 20 this note of the performance impressed us all هذا النقط للأداء أبهرنا جميعا internship معناها فترة التدريب excellence تمييز أو كفاءة تمشي طبعا excerpt معناها اقتباس calamity معناها مصيبة أو كارثة فتسوي catastrophe أو disaster إذن إجابة تكون excellence تمييز 21 these exercises هذه التمارين are prepared معدى أو مجهزة for average students للطلاب العاديين لو مستوهم عادي متوسط not for the note level وليس للمستوى المتقد مضحك جدا كاللاص الجسيم achievable ممكن تحقيقه trifling يعني تافه وتسوي trivial إذن إجابة تكون advanced متقد 22 the committee اللجنة needs to تحتاج لأن نقط how will the new plan works تقيم ما مدى إجادة الخطة أو عمل الخطة يبقى evaluate يعني يقيم لكن apply يتقدم وlift بالآي معناها يرفع أو كاسم أسنسير ولك معناها ينقصه أو نقص أو عجز 23 she studied نقط at university هي درست نقط في الجامعة and now she works as an accountant ودلوقت شغالة كمحاسبة in an international bank في بنك دولي productivity معناها إنتاجية أو عائد management معناها إدارة economics علم الاقتصاد curriculum vitae سيرة ذاتية إذن إجابة واضحة كده هتكون economics رقم 24 this is a or an space watch watch كاسم عشان فيه a أو an يبقى دي اسم معناها ساعة ساعة يد تمام full time يعني هذه ساعة يد دوام كامل مش جاية ولا part time ولا achievable المعنى مش جاي معهم خالص إذن إجابة تكون digital ساعة رقمية ساعة إيه رقمية ساعة يد رقمية 25 in a cv contact نقط and contact information معلومات التواصل ونقط التواصل mean the same نفس المعنى هما نفس المعنى يبقى contact details تفاصيل التواصل لكن marketing يعني التسويق strategy يعني strategy want يعني الحاجة أو العوذ رقم 26 he is no criminal هو مش مجرم it is clear that من الواضح إن هو هي نقط in self defense كدفاع عن النفس يبقى تصرف ردة بفعل يعني تصرف كدفاع عن نفس يبقى acted لكن achieved معنى حقق measured معنى قاسة volunteer تطوع 27 she is نقط an engineer هي نقط مهندسة but she preferred ولكنها فضلت to work in the field of teaching ولكن فضلت إنها تشتغل في مجال التدريس أو في تدريس disabled children والأطفال المعاقين يبا هي أساسا مهندس أساسا بي basically في الأصل يعني لكن throughout يعني طوال أو خلال friendly ودود fluently بشكل طريق أو فصيح 28 when a goal is not it can be reached لما الهدف ده يكون نقط فيمكن تحقيقه أو الوصول إليه كل وصل يعني جاسيم أو هائل achievable ممكن تحقيقه advanced متقدم trifling يعني تافئ achievable ممكن تحقيقه 29 the team really not a talented playmaker الفريق حق النقط لصانع ألعاب موهوب do you think عمار can do well in this position هل تعتقد أن عمار يمكن أن يؤدي جيدا في هذا المركز evaluates معناه يقيم applies ينطبق أو يطبق participates يشارك لاكس ينقصه أو يفتقر إلى الإجابة لكس 30 self نقط is a good quality in a job candidate productivity management economics curriculum vitae عايز يقول الإدارة الذات اللي self management إدارة الذات هي خصلة أو صفة جيدة في مرشح للوظيفة لكن productivity إنتاجية أو عائد economics علم الاقتصاد curriculum vitae معناه السيرة الذاتية 31 all businesses now pay too much care to digital not marketing process calamity want كل الشركات الآن تهتم كثيرا بالتسويق الرقمي digital marketing لكن process معناه عملية calamity مصيبة want حاجة 32 a kind gentleman نقط رجل نبيل عطوف عمل إيه بقى to help the child cross the road lacked participated measured volunteered طبعا lacked معناه ينقصه وميجرد يعني قاس هتتلخبط ما بين participated وvolunteered participate in something يشارك فيه شيء لكن هنا معناه يتطوع لكي يفعل شيء فالمعنى المنطقي الأقوى هنا volunteered رقم 33 I am a manager to a big staff أنا مدير لهيئة موظفين كبيرة so I have to behave نقط عشان كده لازم أتصرف بإيه بطريقة احترافية throughout all basically بشكل أساسي professionally بشكل احترافي أو مهني fluently بطلاقة أو بفصاحة إذن إجابة تكون professionally يبقى professionally بشكل إيه بشكل احترافي أو مهني 34 we need a new nقط for combating pollution محتاجين لإيه جديد بقى لمجابهة التلوث combate تسوي fight بالظبط يعني يواجه أو يجابه أو يناضل أو يقاتل وهكذا يبقى محتاجين إيه جديد وخلي بالك في آه هنا قبل النقط وبالتالي محتاج اسم مفرد نكرة يعد فmarketing ده اسم لا يعد وdetails ده اسم جمع وبالتالي مش هنختارهم وبغض النظر عن المعنى strategy معناها خطة أو استراتيجية فتمشي want معناها حاجة أو عوز إذن إجابة تكون strategy يبقى معنى الجملة على بعض نحتاج لستراتيجية جديدة أو خطة جديدة لمواجهة التلوث 35 those who not in public service الذين نقط في الخدمة العامة public service الخدمات العامة are positive citizens هم مواطنين إيجابيين trace يتعقبون participate يشارك في major يقيس value يقيم أو هنا يعطي قيمة ذلك يقيم يعطي قيمة إذن إجابة تكون participate ننتقل بقى للتعريفات 36 a or and not is an action يعني تصرف أو حدث especially an official one خصوصا لو هو رسمي that is intended to deal with a particular problem يتعامل مع مشكلة خاصة أو معينة يبقى على طول إجراء اللي هي measure measure إجراء لكن اتفقنا human resource معناها موارد بشرية curriculum vitae سيرة ذاتية internship معناها فترة التدريب أو الزمالة أو الامتياز 37 a not job الوظيفة النقط is one someone only does for some of the working week يعني بعض الوقت من ساعة العمل في الأسبوع يبقى دي ايه دوام جزئي اللي هي part-time 38 the not department قسم النقط finds people to work and organizes training at a company اللي هو بيوظف الناس وبينظم فترات التدريب أو التدريب في الشركة يبقى human resources قسم الموارد البشرية human resources لكن كلامتي معناها مصيبة أو كارثة والباقي انتوا عرفينه 39 a or a not is a person هو شخص who is interested in مهتم ب getting a specific job الحصول على وظيفة معينة يبقى دا المرشح مش الانترن خلي بالك الانترن لسه بيتدرب 40 a or a not is a person who is working at a company for a short time to get work experience بيشتغل في شركة لبعض من الوقت لكي يحصل على الخبرة يبقى دا الانترن اللي هو ايه المتدرب 41 a or a not is big problems مشاكل كبيرة or accidents أو حوادث طبعا دي الكارثة اللي هي disaster 48 a or a not is a summary تلخيص of a person's education ليه تعليم الشخص experience خبرته and skills ومهاراته يبقى دا الكريكيلم Vitae أو resume resume 43 something that is not is very large الحاجة دي اللي هي كبيرة جدا هي ايه colossal يعني هائل أو جسيم أو ضخم 44 a or a not is when someone works for a company يشتغل للشركة بقى الشخص دا to get work experience لكي يحصل على ايه خبرة عمل خلي بالك بيقول لك ايه لما عندما ما قالش الشخص نفسه عندما يبقى فترة التدريب نفسها أو الزمالة أو الامتياز اللي هي internship 45 a job الوظيفة is what someone does for the whole of the working week يعني طوال ساعات العمل في الأسبوع يبقى على طول دوام كامل يبقى full time 46 a or a not means a person معناها الشخص اللي هو human being human being الإنسان 47 to not means to be responsible or have responsibility أن تكون مسؤولا أو لديك المسؤولية يبقى to be in charge to be in charge ننتقل بقى للvocابية Larry study هنبدأ بالverbal collocations المتلازمات اللفظية accept معناها يقبل accept the challenge يقبل التحدي build أو create websites معناها ينشئ موقع إلكتروني أو مواقع بقى عشان ويبسايتس design معناها يصمم design websites يبقى يصمم موقع إلكتروني فهتسوي create أو build develop يعني يطور develop develop a social media strategy يطور استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي find employment يجد عملي بقى هنا employment مش معناها إيه التوظيف معناها عمل go bird watching معناها يشاهد الطيور go bird watching على بعض كده go bird watching يذهب لمشاهدة إيه الطيور go wrong يعني يتعطل شيء خطأ يحدث go wrong وقلنا فرق بينها do wrong do wrong معناها إيه make a mistake تسوي make a mistake يرتكب خطأ make a mistake طيب نكمل بقى make achievable plans يعني يضع خطط من الممكن إنجازها يبقى make مع plans يعني يعد خطط وachievable اللي احنا حفظنا make a choice make مع choice معناها إيه يختار make a choice make a choice make links between يعني معناها يربط بينها يكون روابط أو علاقات بينها يعني يربط بينها make videos يعني يسجل فيديو فتسوي record videos خلي بالك do مع internship معناها يقضي فترة تدريب مهني do واخذ بالك do an internship give feedback on يعني يقدم بعض الملحظات عن give feedback on give presentations يقوم بعروض تقديمية give talks زي give speech يعني يلقي خطاب play مع الآلات الموسيقية معناها يعزف play the violin يعزف على الكمان set goals يحدد أهداف set goals take photographs يلتقط صور take photographs work part time يعمل بدوام جزئي work part time ننتقل للحل mini test 1 رقم 1 بيقول I'm able to build websites perfectly أنا قادر على أن أصمم وأنشئ مواقع بشكل ممتاز أو مثالي build here is similar in meaning to a نفس معنى ايه أو قريبة في المعنى من ايه sing أو هنا sign يعني وقع مش جاية appear معنى هيظهر برضو مش جاية do ما تجيش أصلا مع websites يبقى اللي جابة تكون create create websites احنا اتفعنا create أو build أو design كلهم نفس المعنى اتنين I'm going to note an internship at a nearby factory during the school holidays أنا نوع ايه أقضي فترة تدريب مهنى اتفعنا تاخد do يبقى do an internship رقم 3 I'm sure you have the ability to note the correct choice احنا اتفعنا كلمة choice يعني اختيار بتاخد الفعل make تمام يبقى make choice يعني يختار يبقى أنا متأكد أن لديك القدرة لأن تختار الاختيار الصحيح رقم 4 they not bird watching near the lake ذهبوا إلى اتفعنا فوقه go اهو كانت في السلايد القابل على طول يبقى go bird watching معنى يذهب ليه لمشاهدة الطيور فالإجابة تكون wind عشان الماضي رقم 5 she has not employment in a supermarket طبعا اتفعنا كلمة employment لها معنين توظيف أو عمل هنا معنىها عمل يبقى هي وجدت عمل في supermarket يبقى found رقم 6 I was very nervous when I spaced my first talk كنت متوتر جدا لما ألقيت أول خطاب ليه يبقى على طول deliver أو give المتاحة مين give يبقى give في الماضي سبعة as a university student كطالب جامعي you can not only part time كطالب جامعي تستطيع فقط أن تعمل لفترة دوام جزئي صح؟ يبقى work part time تمانية خلينا بالأحمر المهمة تبدو مستحلة but I know the challenge ولكني قابلت التحدي يبقى accept the challenge accept the challenge تسعة my pc stopped دي الكمبيوتر بتاعي توقف because لأن something not wrong شيء ما تعطل يبقى go wrong فتبقى في الماضي went wrong رقم 10 the goals not for this child does not suit his abilities خلي بالكم الأهداف المحددة هتقولي طب 6 معناها يحدد لا هنا كتصريف سالس كتصريف سالس وكان أصلها which are set حزفنا which مع are يجوز حازف ضميره الوسط في حالة المبنى جول مع الverb to be اللي بعته تمام which are set فممكن نقولها set يعني المحددة إذن إجابة تكون set يبقى الأهداف المحددة لهذا الطفل لا تناسب does not suit his abilities قدراته number two synonyms المترادفات be in charge of معنى مسؤول عن تسوي be responsible أو have responsibility for be charged with بمعنى متهم تسوي be accused of be accused of كارثة أو مصيبة disaster قلنا تسوي calamity catastrophe calamity catastrophe colossal جسيم أو هائل very large massive gigantic human being إنسان أو كائن بشري man لو إنسان person شخص cv أو curriculum vitae هي هي بالضبط American resume أو resume يعني ما ننطقهش resume بريتش بيقولها resume American resume resume number three antonyms المتضدات be charged بمعنى متهم تسوي أو عكسها be innocent بريء be innocent innocent بريء لكن بمعنى مشحون عكسها empty يعني فارغ did هتقول لي ميت لا did battery مش معنى بطارية ميت معنى إيه فضية معنى حاجات المشحونة معنى فاضي be charged لو معنى مكلف بي أو مدفوع be free معنى متفرغ أو مجاني be free of charge طيب colossal معنى جسيم أو هائل جسيم أو هائل tiny صغير minute خلي بالك من نطقها مش minute minute معنى دقيقة 60 ثاني لكن هنا صغير جدا ضئيل الحجم ضقيق في التفاصيل صغير يعني نطقها minute minute little معنى صغير minute رقم واحد the statue of rameses the second is colossal تمثال رامسيس الثاني هائل ضخم colossal فكلمة colossal عكس كلمة إيه حازين صغير tidy يعني منظم مرتب huge يعني ضخم big يعني كبير إذن إجابة تكون tiny يبدأ tiny minute little كلهم نفس المعنى اتنين he was charged with disturbing the authorities التهمة بإزعاج السلطات فكلمة التهمة هنا is a colossal waste of money شراء كل هذه الألعاب الكثيرة هو إهدار جسيم وكبير وضخم للمال فالصفة colossal here gives the same meaning as a نفس معنى ايه يترى very large تمشي minute يعني صغير أو ضئيل نفس المعنى tiny average يعني متوسط أو معدل مش محتاجنها كمعنى إذن إجابة very large رقم خمسة human being is to not as calamity to is to disaster طبعا انتفعنا calamity يعني مصيبة وdisaster كارثة أو مصيبة يعني في علاقة ترادف ما بين الاثنين فإبقى عايزين مرادف كلمة human being اللي هي person تمام c وخلي بالك دي present employer يعني صاحب العمل beast يعني وحش number four expressions and idioms تعبيرات والمصطلحات مضيعة للوقت a waste of time a waste of time مستوى متقدم advanced level advanced level دراسات الأعمال أو الدراسات التجارية business studies business studies بالبريد by post colossal calamities معنى كوارث قسيمة customer service خدمة العمل except for فيما عدا fire brigade fire brigade قسم المطافي fire brigade brigade from down to من كذا وصولا إلى كذا good fit for معنى ملائم لي high school معنى مدرسة ثانوية high school in a certain way بطريقة محددة تسوي in a particular way in a certain way interests and hobbies معنى الاهتمامات والهوايات the Egyptian public الشعب المصري أو الجمهور المصري دار المسنين old people's home old people's home or rather أو بالأحرى or rather أو حاجة تانية يعني مشهور لدى popular with proper measures معناها معايير مناسبة social media posts منشورات وسائل التواصل sure about متأكد من work experience خبرة العمل number five synonymous expressions تعبيرات مترادفة نفس المعنى digital marketing تسوي online marketing التسويق الرقم have responsibility for be responsible for be in charge of مسؤول عن in contact with have regular communication with على تواصل ب take on difficult tasks يقوم بالمهام الصعبة agree to do difficult tasks number six اللي هو verb plus preposition فعلة زائد حرف كر يتقدم بطلب لي apply for ينفذ أو يقوم ب carry out يظهر أو يحدث come up come up يعرف أو يسمع ب hear of hear of أو about لك نصح of أو about يسمع عن أو يعرف ب participate إن يشارك في يقبل عملا مثلا أو مسؤولية take on take on يعملك work as work as mini test three number one I like meeting and talking to people so the job of a tour guide is a good نؤت for me تناسبني يبقى a good fit for me رقم اتنين when someone نؤت a task he agrees to do it يبقى لما شخص يقبل المهام فيوافق يعمله يبقى take on يبقى takes on يبقى take on a task يقبل بالقيام بمهم ثلاثة when you have regular communication with someone you are not them لما يكون لديك تواصل منتظم مع شخص يبقى أنت in contact with على اتصال بهم خلي بالك لازم with يعني اي نقصة with هنا مش ما تخترهاش اربعة I'd like very much احب كثيرا to participate in the public service وشارك في participate in number five I go to school in my car بروح المدرسة في عربيتي نقط my father's car or rather أو بالأحرى يعني ايه بقول هي مش بتاعدي بتاعي ببواي أو بالأحرى بتاع ببواي يعني ايه بيوضح المعنى هنا ستة he succeeded in carrying نقط the task هو نجح في تنفيذ المهمة before the deadline قبل المعاد النهائي أو الموعد المحدد يبقى carry out يقوم به أو ينفذ سبعة from the city center نقط the ring road the bus stopped seven times يبقى من مركز المدينة وصولا إلى لها down to down to the ring road يعني طريق دائري ring road number eight نقط marketing means selling goods and services online اللي هي معناها أن تبيع البضائع والخدمات على النت يبقى digital أو online marketing المتاحات digital رقم تسعة when we say that something has come up لما نقول إن الحدد ظهرت we mean it has suddenly occurred occurred يعني حاصلت مرة واحدة فجأة ظهرت مرة واحدة number seven clear the confusion لاحظ الفر الفرح ما بين be in charge و be charged شرحناها بالتفصيل هنقولها تاني قلنا be in charge معناها responsible for مسؤول عن بدون مفعول بعدها طيب لو محتاج أجيب المفعول به هستخدم حرف الجر of بعد be in charge of لكن be charged with معناها متهم be فتساوي be accused of فاكرين be charged برضو يكون معناها مشحول أخذناها كتير طيب human being human resources human being ده الإنسان الشخص صح البشر i respect all human beings لكن human resources معناها قسم الموارد البشرية وهو قسم في الشركة يختص بالتوظيف والتدريب وهكذا بيقولك ان human resources غالبا بعد فعل جامع تمام غالبا بعد فعل ايه جامع ولكن الفعل المفرد برضو صحيح ويمكن استخدامه في الإنجليزية البريطانية فقط يبقى عندك في الإنجليزية البريطانية تستخدم ايه فيها الفعل المفرد او الجامع يبقى إذن American تستخدم جامع بس الامريكان تستخدم ايه جامع بس لكن البريطانية اللي اتنين App ممكن نختصرها او Application نختصرها لApp لو معناها تطبيق حسوبي برنامج لكن لو معناها التنفيذ او التطبيق العملي او طلب للتحق هتفضل Application زي ما هي من غير اختصار Applicant جاية من Apply يعني هو لسه هيتقدم فمتقدم في الغالب لسه ما تعملوش Interview لكن Candidate ده خلص تعملو Interview والمواصفات انطبخت عليه وبعد كده يختاروا ما بينهم وهكذا عندنا كلمة Grade معناها صف دراسي ده اول معنى او تقدير او درجة امتحان او شهادة وعندنا كلمة Rank اخدناها بلكده معناها رتبة او مكانة اجتماعية Degree معناها درجة حرارة ده اول معنى يعني مثلا The temperature dropped to 7 degrees سبعة درجات Celsius Degree ممكن تكون قياس الزاوية زي 90 زاوية القائمة مثلا قياسها 90 45 وهكذا ممكن تكون معناها مستوى او درجة بالمعنى المجازي يعني على درجة عالية من الوعي والعلم والمعرفة A high degree of violence درجة عالية من العنف اللي هو مستوى يعني هنا Degree ممكن تكون معناها ايه الشهادة الجامعية مؤهل دراسي لكن Certificate معناها وثيقة رسمية او شهادة الورقة دي تمام طيب عايز اقول شهادة المؤهل الدراسي على بعض Degree Certificate Mini Test 4 رقم واحد I sent my not as an email attachment انا بعدت الايه كمرفق بالاميل هو عايز يقول بعدت استمارة الالتحاق احنا قلنا بمعنى استمارة الالتحاق ما ينفعش نختصرها الاب وبالتالي اجابة تكون B فقط لكن في رقم اتنين كبرنامج حاسوبي او تطبيق على الموبايل مثلا تقدر تختصرها الى app او application فتكون الاجابة تكون A and B رقم 3 The manager is abroad المدير في الخارج on business في عمل تجاري So currently I am not اذا انا حاليا انا المسؤول بس ما قالش مفعول به مسؤول عن ايه يبقى I'm in charge ونسكت يبقى الاجابة تكون I'm in charge لكن لو قالك بعدها the company مثلا زي المسألة اللي بعده هنا لازم in charge of رقم 5 He is not the bank robbery هو التهمة بسرقة البنك in charge ده مسؤول يبقى is charged يعني متهم لا عايزين التهمة بي يبقى charged with عايزين حرف with رقم 6 You are very clever رودينا انت شطرة جدا يا رودينا Your not are excellent درجاتك ممتازة احنا اتفقنا انه rank معناها ايه رتبة اجتماعية لكن grades تمشي درجات في انتحان رقم 7 If you are married لو انت متزوج include your marriage not in your file ضمن شهادة اتزوج بتاعتك في الملف بتاعك يبقى certificate معناها شهادة رقم 8 The weather forecast يعني النشرة الجوية says تقول The temperature درجة الحرارة is going to be هتكون 43 degrees tomorrow تفقنا degrees ممكن يكون معناها درجة حرارة ترجمة نانسي قنقر